عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا لمجموعة العمل المصغرة لمناقشة مساودة توصيات الحبس الاحتياطي التي أصفرت عنها الجلسات المتخصصة لهذا الموضوع وتتشكل مجموعة العمل المصغرة من كل من المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان ووزير شؤون يبية والقانونية والتواصل السياسي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي والمقرر العام للمحور السياسي علي الدين هلال ومقرر لجنة حقوق الانسان والحريات العامة نذين مسعد ومقرر مساعد لجنة حقوق الانسان والحريات العامة أحمد راغب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني نجاد البرعي ترجمة نانسي قنقر